لا اهلا بكم يا شباب في الفيديو هتكلم عن لوحة توزيع الترا من نوع L-D من النوع L-D شايف شكل اللوحة تمام زي ما احنا شايفين هتلاقي تحت كده كلمة الترا من النوع L-D طيب ايه هي مواصفات هذه اللوحة هي بتخضع للمواصفة الـ IAC 61-439 تمام عدد الفيزات بتطلع من المصنع فيه Single Phase و Two Phase و Three Phase الجهد الكهرابي بتاعها اللي هو الحد 380 Three Phase تمام 380 او اللي هي 400 او اللي هي 415 نفس القصة المهم ان هي شغالة Three Phase طيب عدد الخطوط يا شباب في حالة Single Phase بتطلع من المصنع من 4 لحد 12 خط يعني هم كنت لها 4, 6, 8, 12 وهكذا اللوحة توزيع Two Phase بتطلع برضو من 4 ل 10 اللي يهمني بقى في حالة Three Phase بتصل الى بتطلع من 12 لحد يعني فيه لوحات 12 24 36 لحد 48 خط القاطع الرئيسي بتاعها لو نوعه MCB بيبقى من 32 أمبير لحد 100 أمبير ولو MCCB تمام بيبقى من 30 لحد 400 أمبير القاطع الفرعية متوفرة من 6 أمبير لحد 36 أمبير في حالة MCB وفي حالة الريزيدول تمام بيبقى عندي RCB اللي موجود من 6 لحد 63 أمبير المكان ينفع تشتغل داخل المنزل أو خارج المنزل لأنه لها درجة حماية عالية زي ما قلنا IP54 ودي مهمة جدا يعني ينفع تشتغل فيه الخارج تتحمل الظروف الجوية التركيب يعني بتتركب على السيرفس أو بتتركب على غطسة داخل الجدار اللون بيطلع رال 113 اللي هو اللون البيج اللي احنا شايفينه ده في الصورة احنا شوفنا النهاردة لوحة توزيع ألترا من شركة الفنار من شركة الفنار تمام اللي هي الموديل اللي اسمه اللي دي واشوفكم في فيديوهات تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته